تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخلص العزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة ديربن وخلال اتصال هتفي مع الرئيس جنوب أفريقي أعرب الرئيس السيسي عن الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب أفريقيا على مواجهة تدعيات تلك الفيضانات ومسندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب أفريقيا في تلك الذروس الصعبة وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس رامافوزا أعرب عن شكرية وتقديره العميق للرئيس السيسي على هذه اللفتة والتي تؤكد حرص مصر حكومة وشعبا على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء مؤكدا حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول استعراض سبل مواصلة الزخم القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي وكذلك منقش التدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الأفريقية موسيقى